برج التور اليوم 28 فبراير 20-23 انت حيران يا برج التور الكيل عندك تفح وخلصت كل الصبر وما بقاش عندك القدرة على التحمل مضغوط يا برج التور بتبحث عن حاجة وتكتشف أثناء البحث ده شيء هيزدمك بس هو انت كنت تشاكك من الأول بس كنت عايز تتأكد عندك طريق هتمشي وهيكون فيه تغيير لحياتك هتاخد قرارات كتير مصيرية وهتحدد انت عايز ايه بالزبط وفيه ناس هتطع علاقتك بيهم ومش هترجع فيه القرارات دي انت مش هترجع فيها وهتاخدها قرار نهائي وهتقسى يا برج التور قلبك هيجمل كان لازم تفوق من زميد عشان تعيد حساباتك وتشوف هل انت كنت متواجد في المكان الصح او المكان الغلط لان انت الضربة ما جتلكش غير من القريبين منك بس ما تزعلش يا برج التور على اللي حصل لك عشان زي ما حصل لك حصل لهم وكما تو جين تو دي مرت بشدة ومدت ايدك لناس خزلوك انت عندك اعتراف من شخص ليك وانت هترفض الاعتذار ده انت على طول بتبكي وعلى طول تعبين ولكن معجزة الله هتنجيك وبدل ما كنت بتبكي من الحزن هتبكي من شدة الفرح وربنا هينصرك وهتحقق احلام كتير بتحلم بيها وهتسمع اخبار سعيدة الفترة اللي جاية يا برج التور في شخص بيرقبك على السوشيال ميديا وعايز يعرف عنك كل شيء هو بيحبك ومعجب بيك وعايز يقرب ليك بالرغم من ان انت قافل على قلبك يا برج التور ولكن هتفتح قلبك من تاني والخوف من الحب هيزول وهيكون عندك استقرار وتحسين للعيش عندك تحسين مجي وتحسين معنوي وفيه مال رجعلك كان متجمد ومش عارف تطوله كنت مسلفه لحد او كان فيه هيئة حكومية هو في الاخر رجعلك وان شاء الله عوض ربنا هيكون كبير ونجاحك هيكسر اعدائك بس خلي بالك من شخص بيسحرلك من بعيد وانت مش حاسس يا برج التور الشخص ده قريب منك جدا هو ممكن يكون امرأة الست دي بتعمل لك اعمال مش حلوة يعني هي عايزة توقعك وخلاص مش عارفة ليه زي ما بقول لك كل مرة حاول تداري على شماعتك يا برج التور ومش كل حاجة بتحصل لك تحكيها علشان هم اللي ازينك منك فيك يعني اللي بيأزوك تملي هم اللي انت بتقعد معهم وبتحكي لهم عن نفسك كل حاجة يا برج التور بس فرج ربنا قريب وهترتاح من حاجات كتير كنت بتعاني منها وفرج ربنا قريب ليك يا برج التور والحد هنا قراءتي خلصت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باي